عندما صار الله إنسانا أحبائي بمولد يسوع المسيح طفل صغير بمغارة متواضعة وحقيرة قال الله للإنسان كرميلك وكرمي الخلاصك أنا نزلت من السماء للأرض وتجسدت من العدرة مريم عيد الميلاد هو قصة ابن الله يلي صار ابن الإنسان لحتى يقدر الإنسان أنه يصير ابن أو بنت لأله بقوة الروح الأدوس ويشهد الحق من خلال الإيمان بيسوع المسيح ويصير وريث للملكوت السماوي واختار الله الوقت المناسب ليتجسد ابنه هيدا يلي منشوفه بالرسالة لغلاطية ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الشريعة واختار الأشخاص يلي عندهم أكتر شيء تواضع وبساطة واتكال عرحمت مريم ويوسف زكريا وألي صبات والرعيين والمجوز واختار المكان الأنسب لولادته بحسب الأنبياء مثل ما بيذكرنا الإديس متى وأنت يا بيت لحم أرض يهوذة لستي الصغرى بين رؤساء يهوذة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل وبتخبرنا لوحة الميلاد عن سر محبة الله العظيم للإنسان لأنه بالمسيح يسوع كشفنا الله كل شيء وصار الحلم حقيقة بسر تجسد كلمة الله المخلص يلي من خلال بشريته إجى حتى يرمم سورة الله فينا من بعد مشواهتها الخطي لأنه سورته هي مصدر حق ومجد وسلام حقيقي ورجى صالح للبشرية كلها ومثل ما بيقول إديس يوحنى بإنجيله رأينا مجده مجد ابن وحيد من الآب يفيده بالنعمة والحق ومن خلال عزمة الحب الإلهي للإنسان صار اللقاء المنشود بين الخالق ومخلوقاته وعيد الميلاد هو مناسب فريدي للقاء بين السماء والأرض والمصالحة بين البشرية وأله ولعودة الناس لبعضهم البعض ولمسيرة التوبة والمغفرة والفرح بالرد ومن الضروري بهالعيد أنه نعترف أول شيء بأنه الكمال لأله وحده وأنه كل واحد مننا عنده ضعفه وأخطاءه وهفويته من شان هيك ما لازم ندين بعضنا البعض ولكن نحن مدعوين بهالعيد أنه نتصالح مع بعضنا البعض ونوضع حد للأحقاد والانقسامات ونداوي جراح الماضي ونفتح الأبواب باسم يسوع المسيح للمحبة والتلاقي والسلام ولأنه الميلاد هو كمان عيد العيلة يلي بتجتمع تتعيد سوا من الطبيعي أنه نشارك بإديس العيد مع أطفالنا وكبارنا كعيلة وحدة منصلي مع بعضنا البعض ومنصلي من أجل بعضنا البعض لحتى تحل نعمة العيد بقلوبنا وتزيدنا إيمان ومحبة ووحدة مش ممكن ننسى بصلاةنا بهالعيد العيل يلي ما بتقدر تلتقي مع بعض البعض لسبب معين أو العيل يلي ممكن تلتقي ولكن من دون بهجة العيد بسبب المشاكل والصعوبات الكبيرة يلي عم بتعيشها وهون بتوجه الكون الجديد أبناء وبنات أبرشيتنا الحبيبين أولاً بدي أشكركم على كرامكم ومساهمتكم بالأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية يلي عم تعملوها خصوصاً لأهلنا في لبنان يلي عم بعيشوا أبشع مرحلة بحياتهم العائلية والشخصية وبالتالي بدي أطلب منكم أنه تواصلوا إرسال المساعدات خاصة المساعدات يلي بتتعلق بالمدارس والجمعات لأنه بقاء لبنان مرتبط بشكل أساسي بعلم وثقافة أجيال المستقبل أحبائي مش ممكن أحتفل بالميلاد من دون ما نجدد الرجا بقلوبنا وحياتنا وبروحية هالعيد المبارك منتطلع للسنة الجاية سنة 2023 برجا أكبر ومنرفع صلاة شكر لأله على فرصة الاحتفال باليوبيل الدهبي خمسين سنة على تأسيس أبرشيتنا المارونية هون باستراليا تحديداً ب13 تموز سنة 1973 أصدر الكرسي الرسولي بالفاتيكان أرار بإنشاء الأبرشية المارونية باستراليا وتعيين أول أسقف ماروني عليها واليوم بعد خمسين سنة نتوقف سوى تنشكر الرب على ما تم إنجازه خاصة على صعيد الكنيس والأديار المدارس ودور الرعاية وباء المؤسسات كل هالشي بفضل كرم أبناء وبنات الجاية المارونية يلي دايماً بيشتغلوا بالتعاون مع الكهنة والرهبين والراهبات وهاليوبيل بشكل مناسب لمتابعة مسيرتنا مسيرة الأداسي والشهادي لتراثنا الروحي والليتورجي الإنطاقي والانفتاح على إرارة الله بحياتنا بهالأرض الشاسعة والمميزة بالتنوع والفرص سنتنا اليوبيلية رح تبلش بتسعة عشباط 2023 بالاحتفال بعيد أبينا الإديس مارون بكاتدرائية مار مارون بيرتفن ومنختمه بعيد الحبل بلا رنس بتماني كانون الأول 2023 بكاتدرائية سيدة لبنان بهاريس بارك وبيبقى عيد الميلاد بالنسبة إلنا عيد الفرح والدهشي يلي منعيشهم مع العضرة مريم والإديس يوسف وهني عم بيطلعوا بوجه الطفل الإلهي عم نوئيل الله معنا هو بيخلصنا لأنه يلي الله محضره لحياة كل شخص مننا هو أفضل بكتير من الشيء يلي منخططه نحنا لحياة ولد المسيح هللويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة